اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بواسط وحتى باقصى جنوب الجزائري درجة حال قصوهية الاخرى هذا الصباح كانت منخفضة منخفضة على تقريبا كل المدن الداخلية ننتظر هذه الصباحة ان شاء الله درجة واحدة ودرجتين دون صفع الخط الرابط ما بين قصنطين نصطيف الى غاية مرتفعة بسة وخنشلة مقاييس هذه المرة ما بين تل درجة وعش درجة ستسجل ان شاء الله على تقريبا كل المدن الشمالية المتبقية هذا الصباح الاجواء ايضا نقول باردة تبقى تميز دائما شمال الصحر مع 6 درجات على الخط الرابط ما بين غردية حاسم سعود واتقورت 24 درجة وعش درجات و17 درجة هذا على الخط الرابط ما بين إيريزي عينو مناص طامن رسال جاند برج برزي مختار وحتى بعينقزام اما خلال ظاهرة ان شاء الله خلال ظاهرة الاجواء تبقى دائما متقلبة هذا بسبب تواجد دائما هوا بارد بنسبة لجهاء الشمالية فعليل سنسجل فترة الشفاء وايضا فيه دائما احتمال عبور سحوب من حين الاخر كثيفة وفيه احتمال ايضا ان شاء الله سوقد بعض الامطار خاصة وزخة مطاريها على المناطق السحيدية في الوشطة وخاصة الشرقية نفس الشيء بالنسبة للمرتفعات اذا نقول سوف مؤقت رح يميز المناطق الشمالية في انتظار عودة السحوب المنطرة ان شاء الله تدريجيا على جميع المناطق الشمالية الاجواء تبقى مستقرة تقص موشمس جميعا تقريبا كل المدن السحرية المتبقية منطقة الجنوب الغربي وسط السحر وحتى باقصى جنوب الجزائري خلال هذه الظاهرة العام سنسجل ارتفاع تلفيف بنسبة لدرجة الحرق السوى 15 درجة سنسجلها بتقريبا كل المدن السحي للغربية كبنصف وعرن حتى بمستغن موارزيو 13 درجة بنسبة لشرشال العاصمة حتى بومردس وبيجايا 14 درجة بسكيك هذا عن نبا والقالة هذا بالنسبة للمدن السحرية بالجنوب الجزائري تبقى في استقرار بنسبة لشمال الصحراء 20 درجة بحسيم سعود 26 درجة بعين مرس نفس المقية 26 درجة أيضا 28 درجة سنسجلها بأضرار حتى بعين صراح 8 رأس الجانات 24 درجة مئوية نختبر من نشر الجوية كالمؤتد المشاهدين الكرام بالمعلومات البحرية دائما المعلومات البحرية تقول نبقى نسجل تمو يعتقد طول الشارط الساحلي هذا دليل نقول دائما تواجد مرخف الجول بالنسبة لحوظة المطوسط رياح ضعيفة إلى موعد تدير بالنسبة للسواحل الشرقية وقوية محلين بالنسبة للسواحل الغربية مع التموض يعتقد طول الشارط الساحلي المعلومات الفلاكية ومشاهدين الكرام توقيت نسبة العاصمة وحيات تقول هذا الخميس بإذن الله 17 دقيقة بعد السابعة هو موعد شروق الشمس أما الغروب سيكون في حدود ساديسة وثلاثة وربعين دقيقة بإذن الله إلى هنا مشاهدين الكرام نتيو ويكم إلى نهاية هذه المسألة بقوة معنا يوم سعيد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة